وقع رئيس الأمريكي جو بايدن مساء السبت مشروع قانون مشاني صقف ديون الحكومة الفيدرالية والميزانية منهي حالة عدم اليقين الأخيرة المتعلقة بإمكانية تخلفه عن سداد الديون الأمريكية ويرفع مشروع القانون صقف الدين حتى أول عام 2025 ويحد من الإنفاق في العامين الماليين 2024 و2025 هذه المرة رقم 103 لتعديل صقف الديون في الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كان مشروع القانون قد أقره مجلس النواب ومجلس أشيوخ سابقا وعلى الرغم من الابتعاد عن خطر التخلف عن سداد الديون على المدى القصير إلا أن المحللين يشيرون إلى أن أزمة الديون التي تركمت على يد إدارة الولايات المتحدة المتعقبة لسنوات عديدة لم يتم حلها بشكل أساسي في الوقت الراهن يبلغ حجم الدين الفيدرالي نحو 31.46 تريليون درار ليمثل أكثر من 120% من النتج المحلية الإجمالية للولايات المتحدة وهو ما يعني أنه على كل حمل للهوية الأمريكية أن يتحمل 94 ألف دولار أمريكي من الدين